كلهم بلا استثناء كانوا نجوم صحيح عشان نكون برضو موضوعيين عشتنا شوط أول صعب كان الأهلي فيه غايب ما ظهرش فيه بالشكل اللي احنا كنا متوقعينه لكن الأهم انه حسم النتيجة وحسم البطولة بعد ما استعاد توازن بعد ما ظهرت شخصية النادي الأهلي في الشوط التانية وتحديدا يمكن بشكل واضح بعد ما نجح مستر مارسيل كولر في إجراء التغييرات دخول أفشا سليا شريف عبدالقادر حسنا بالأهلي بيرجع مرة تانية وبيقدر يفرض سيطرته وبيقدر يترجم ده برأسية منعم العالمية وكروس سبحان الله ربنا برضو لما بيريد أنا أعتقد أنه طبعا أرقام علي معلول هو الأكتر صناعة في بطولة أفريقيا أعتقد صناعة ست أهداف وأهمهم طبعا هدف الحسب أعتقد ده كرم من عند ربنا العلي معلول بعد حملة الاستهداف اللي حاولت أنها تنال منه جواه بره يعني أنا كنت أتفهم أن الحملة دي تبقى موجودة من بره في محاولة للتأثير على علي معلول وهو بالتأكيد واحد من أهم من جوم الكرة في قارة أفريقيا مش بس في مصر ومش بس في نادي الأهلي واحد من أهم مفتيح لعبه في فترة أقيرة لكن اللي ما فهمتوش وما استيعبتوش أن الحملة دي تبقى موجودة كمان هنا في مصر لكن في جميع الأحوال منعم كمان بقى بالنسبة في المنعم في المغرب تريد مارك يعني المنعم سبب مباشر في خروج الرجاء والإداد من البطولة لكن معلول يستحق بكل تأكيد المشوار الرائع والإنجاز الكبير أنا هروح معاكم لكل الكواليس في الملعب وفي لحظات التتويج وفي قضة اللبس وفي الطيارة كل رحلة الأهلي طبعا وخدوا بالكم يعني المشاة دا تكرر كتير مبارح لعيبة كتير في نفس اللحظة اللي أنت بتشعر فيها بحالة ساعدة غامرة غامرة بمجرد انتهاء المباراة اللعيبة دي هي أكتر ناس تعبت اللعيبة دي هي أكتر ناس وجدت ضغوط وتحديات ومش هبالغ لما أقول وحملات للتشكيك فيهم وفي قدراتهم اللعيبة دي اتحملت مالة طاقة لأي إنسان به محمد هاني في اللحظة المفروض أنه يبقى في أسعد لحظات حياته واحدة من أهم اللحظات التتويج برا الأرض في كازابلانكا أمام الوداد في نهاي دوري أبطال أفريقيا حالة بكاء هستيري وده يبقى لك قد إيه اللعيبة دي استحملت ضغط كبير جدا والأهم إنه ده ما أثرش عليهم ولا أثر على تركزهم وعلى إصرارهم على تحقيق الهدف اللي هيكتب اسمهم في التاريخ ويا كاتب التاريخ كتاب التاريخ يعلمه تماما إنه كتاب التاريخ نادي بحجم النادي الأهلي هي مهمة بالتأكيد ليست بالهيينة على الإطلاق عشان تكتب تاريخ كل ملحمة وكل أسطورة وكل معجزة حقا نادي الأهلي على مدار تاريخه تحتاج مجلدات ومجلدات ببارك مرة تانية الجمهور النادي الأهلي ببارك لنجوم وببارك لميستر كولر اللي النهاردة فعليا أعتقد إنه بداية المشروع النهاردة بقول إنه مشروع كولر يقدر يوصل بالنادي الأهلي ويحقق نجاحات مع النادي الأهلي محدش قدر يحققها قبل كده الثقة اللي اكتسبها ميستر كولر بنجاحاته المتكررة على كل المستويات في موسم أول القدرة على إنه يعرف حجم جماهيرية وشعبية النادي الأهلي قدر ومسؤولية إنك تخود فريق تهابه وتخافه كل أنديات قارة أفريقيا والنهاردة بقى بيتعمل له حساب عالميا فوز مبارح لحقيقة تأكيد على براند الأهلي العالمي اللي بدأنا من سنين مش بعيدة قوي إن احنا نكتبه النهاردة الأهلي نادي بمقاييس ومواصفات وبشهرة عالمية الكل الجميع في أمريكا الجنوبية في أوروبا في آسيا في أمريكا الشمالية يعلم تماما من هو النادي الأهلي وما هو حجمه وقدرات النادي الأهلي مبروك لكل الأهلوية نجحت كتير جدا ضربة واحدة حققت بها أرقام كتير جدا ويمكن نتيجة ده طبعا